وصلنا كتير من الأسئلة والاستفسارات يلي لقينا أنه لنزم نجاوب عليها عن طريق فيديو لنقدر نوصل الجواب بطريقة واضحة وكاملة رح نجاوبكم اليوم على أكتر أسئلة تكررت ووصلتنا عن طريق السوشيل ميديا أسعار العقارات على مستوى العالم عم تشهد ارتفاع ملحوظ لاحظنا بدول مثل أمريكا مثل بريطانيا أنه أسعار العقارات ارتفعت بشكل أسرع مقارنة بسنوات السابقة المستثمر يلي عم يشتري عقار بتركيا بعملات صعبة رح يكون عنده فرصة كبيرة أنه ياخد استثمار أكبر يشتري عقار أكبر مقارنة بالسعر يلي عم يدفعه مع انخفاض سعر صرف الليرة التركية مقارنة مع العملات الأجنبية عدة عوامل بتأثر بشكل مباشر على سعر العقار من أهم هاي العوامل هو الموقع بالإضافة لمساحة الشقة والإطلالة هذول العوامل بتأثر بشكل مباشر بشكل كبير بالأيام العادية ولكن هلا حاليا مع تقلبات سعر الصرف الليرة المستشار العقاري هو يلي بيقدر بيحدد لك وين العرض المناسب والأنسب لأيلك لأنك تسكن بهذا العقار أو أنك تستثمر فيه عن طريق العوائد الإيجار أو عن طريق إعادة بيع العقار بعد فترة في عنا منطقتين باستنبول المنطقة القسم الأوروبي ومنطقة القسم الآسيوي بالقسم الأوروبي فينا نعد من هذول المناطق منطقة بوسن إكسبرس منطقة كايتاني منطقة بي أغلو وشيشلي بالنسبة للقسم الآسيوي في عنا منطقتين منطقة العمرانية ومنطقة كارتال لما يكون عم ندفع عن طريق الأقصاد لازم تنتهي الأقصاد كلها ياتا لأنه بهي الحالة المطور العقاري رح يقوم بنقل الملكية ورح يصدر السك الملكية للمستثمر العقاري أو للمالك الجديد ولما نحصل على سك الملكية منقدر نبدأ نقدم لوراء المطلوبة ونقدم طلب الحصول على الجنسية تركية عن طريق الاستثمار العقاري رح نجاوبكم على جميع الأسئلة وخصوصا الأسئلة اللي بتتكرر عن طريق السوشال ميديا وعن طريق MaximumProperty.com بنهاية هذا الفيديو بديلكم شكرا كثير لألكم ونهاركم سعيد